السلام عليكم وحبة واصدقاء متابعي قناة العزاء أتمنى تكونون أنتم وحوائلكم وبخير وصحة وعافية وجهناكم آخر أخبار عاجل اللي تخص منتخبنا الوطني ومنتخب الشباب يالله خليكم ويانا ما يحدث الآن في الاتحاد العراقي عبارة عن صراع بين كتلتين نعم صراع بين كتلتين الكتلة الأولى اللي الضم السيد رئيس الاتحاد العراق عدنا درجال وسيد أحمد الموسى وفراس بحر العلوم الذين يعملون على تسمية المدرب راضش نيشيل وبديله في حال رفضه المدرب أيوبا ديشو فيما تضم الكتلة الثانية كل من يونس محمود وعلي جبار ومحمد ناصر الذين يرغبون بأن يكون حكيم شاكر ومدرب للمنتخب الوطني وبديله الكابتن باسم قاسم أما الأعضاء الآخرون فهمت المتفرجين ويترقبون جلسة الحاسم ولا صحة لأي اسم آخر من المدربين وما يطرح الآن في الإعلام هو عبارة عن تسويف وارضال الجماهير هذه قد أكدت مصادر أن اتحاد العراقي كرة القدم استقر على ترشيح اسمين محليين لقيادة منتخبنا الوطني في الاستحقاقات المقبلة وفادت هذه المصادر أن المدربين السابق للمنتخب العراقي باسم قاسم وحكيم شاكر هما الخياران المرشحين لتولي المهمة بعد استبعاد مدرب السابق راضش نيشيل من قائمة الترشيحات وفادت هذه المصادر بأن راضش نيشيل سبق لها تدريب منتخبنا الوطني في مناسبة السابقة وتم ترشيحها لقيادة المتخب الأولم بتاح سن 23 عام خلفا لتشيك المقال ميروس لوفيسكوب وفادت هذه المصادر نفسها أن حضوظ باسم قاسم تبدو الأفضل في تولي تدريب منتخبنا الوطني على حساب هكيم شاكر حيث فادت هذه المصادر أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي يؤيد منح الفرصة مرة أخرى للكابتن باسم قاسم وكان باسم قاسم تجربة سابقة في قيادة منتخبنا في عام 2017-2018 في تصوير كأس العالم وبطولة كأس الخليج 23 في الكويت والتي غادر العراق بدور نصف النهاء على يد منتخب الإمارات بفارق وبرر الكابتن يونس محمود أن العودة للخيارات المحلية في تدريب منتخب الوطني وعدم توفر أموال لازمة من أجل التعاقد مع المدربين الأجانب جدي على منتخب الشباب والتصوير الكافتن عماد محمد حيث قال أن الخسارة مع موريتانيا ليست نهاية العالم والمنتخب الموريتاني لعب بارتين ودية مع تونس قبل البطولة حقق الانتصال في الأولى والتعادة في الأخرى لعبنا مع منتخب بأعمار كبيرة جدا وفروقات كانت واضحة بين اللاعبين لدينا خمسة لاعبين أساسيين يغيبون عن البطولة بسبب الإصابة وخمسة وتسعين بالمئة من لاعبين في المنتخب هم من دور الشباب وأعمل الآن على تحضير لاعبين بدني وفنية تصفيات كأس آسيا التي ستقام في البصر هذه البطولة تعتبر أفضل استعداد لتصفيات آسيا من جميع النواحي كوننا لم نذهب إلى معسكرات خارجية وإذ كانت الجماهير تبحث عن الهنجاز فقط فأنا قادر على تأسس منتخب بعمار غير حقيقية مثل منتخب موريتانيا وماذا جنينا من المنتخبات السابقة التي كانت مليئة بالتزوير من أجل الإنجازات الوقتية وإن التزوير في متخبات الفئات العمرية أصاب منتخبنا الوطن الأول بمقتل عملت بأمانة منذ أول يوم استلامي مهمة تدريب المنتخب واخذت أحدا على نفسي بإبعاد أي لاعب مزور وأنا أطلب من الجماهير العراقية الآن الصبر على هذا المنتخب الذي سيقدم أكثر من عشرة لعبين للمنتخبين الأولمبي والوطني وفي الختام أؤكد لكم حاسبوني على النتائج بعد كاس آسي المنتخبات الشباب ولم أحقق الإنجاز لأني سوف أقدم استقالتي فيما كان رد مدرب منتخب موريتانيا رد قاسي حول اتهامات الكابتن عماد على فريقه بالتزوير الطالب المرابط قال بعض المدربين يقول الحجج عندما ينهزم فريقهم وأكد للجميع أن جميع لاعبي موريتانيا هم بأعمار حقيقية وأيضا تحت عمر عشرين عام نعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة سعد ناطق يتحصل على كتاب استغنام إدارة نادي الشرطة على أن يلتحق بفريقه الجديد نادي حفظ الباطن السعودي في معسكره المقام في تركيا خلال يوم القادمة بالتوفيق لك يا سعد اشتركوا في القناة